هلو عمرك شفت كيكة سمك الكيكة اللي احنا عارفينها تبع شوكولاتة وفانيليا وجده كيكة سمك كيك سالمون هتقول لي دلوقتي انت عبيت لغا فيش الكلام ده اصلا وفعلا لو حد فعن كان قللي فعلا الجملة دي كنت هحس اللي هو ايه لعبس اللبس معه ده ولكن كنت بقلب ولقيت محل اسمه صدرة منزل كيك سالمون فكرت ان هو يعني هي كيكة على شكل سالمون ولكن ده مثلا خداع مثلا وده اصلا شوكولاتة وويت شوكولات بتاعها حركاتها روحت عشان اطلبها لقيت ان هو بيقول لي لا دي بالحجز يعني انت لازم تدفع عربون الاول فانعملها لك تيجي تاني يوم تستلمها وسعرها مش ممطيكي خالص وانا بستلمها بقول له هي بقى مكوانة من ايه لقيتوا بيقول لي مكوانة من سالمون مدخن كيكة سمك يعتبر انا مش عارف اقول لي بصراحة حاسها دبست في سعرها قوي ككة سمك انا شفت سلوتها بس جدا عندهم في الصفحة لكن ما شفتهاش على حقيقة لسه اول مرة هفتحها دلوقتي معك بس اعايز اقول لك يا قصة محطوطة في العلبة وقلبة ريحة القوضة كلها حاسست ان انا حرفيا جاي بتونا او تونة ايه ساردين مثلا او رنجا انا مش عارف والله مبدئا ان المحل شيك جدا جدا حاس انت ادخل جدا حاجة جدا معمار فرنساوي واخد جدا الطبع الايطالياني والفرنساوي بص هو حاجة من برا جدا ولكن كيكة سلمون اعزالوك الريحة صعبة الريحة صعبة قوي يا رب يا رب انا ما بحبش رنجا ما بحبش الفسيخ ما بقى ايه ده ده ايه ده يا جدعان انا مش فاهم اللي فوق ده بتروخ ولا ايه انا مش عارف وفيه بصل وجرجير وسلمون مدخن قالب القوضة كلها وشراقح من البورتوكال تحت دي ايه انا معرفش مكوناتها ايه معرفش ازاي عملوها معرفش في حد بياكل ده اصلا معرفش كيكة سلمون مدخن مش كبه ان دي سعرها 800 جنيه فانت تدفع 400 جنيه ويعملها لك وتيجي تاني يوم تسلمها وتدفع 400 جنيه تانيين يعني دي جدا ب800 جنيه وعلشان سلمون ده طبيعي بس مش كيكة ايه انا وفيه جدا خلت سنان مسكين بيها حاجة تريبا اجي انا مش عارف حاسة انا مقفول والله مش عايز اكمل الفيديو حاسة انا مش عاجب لي ايه ايه بقى واكل ولا ايه انا مش عارف انا ما اكلش جرجير اصلا او انا ما باكلهاش اصلا هي عموما كلها مش عارف ايه اللي ممكن يتاكل فيها انا ده بصل بصل والله العظيم مش رايح بصل جدا فوق ومعرفش ده سلمون ولا سلم سلم ومدخن يا لأوي على ام السمك يا جدعان على الريحة يا لأوي من جوه كيكة جينا نبصوا جينا من جوه كيكة عادي خلص وفيها كريمة وسلمون من فوق يعني دي جدا انا مش فاهم دي جدا مملاحة ولا مسكرة خب صراحة بعد ما حطتها في التلاجة لمدة يوم وتاني يوم لما جيت فتحتها وقالتها انا واهلي اهلي عجبتهم جدا جدا انا اكتشفت ان اللي هو المكونات بتاعتها من جوه هو بش كيكة ولكن هي تصل وقالولي ان هي حلوة يعني مكوناتها وكل حاجة هي حلوة فهي الحمدلله عجبتهم والكريمة دي كريمة طبخة فالكيكة دي جدا كلها جدا والتورتة دي كلها حدقة ما عرفش بصراحة البرتقان ده مفوضة عصره عليها ولا اكل ولا هو ده ديكور بس وزينة ما انا مش عارف مش عارف صراحة خلونا هو لازم طيب لازم بجد والله يعني ريحة السلمون قلب القوضة قلب القوضة والله العظيم ده ما اتقطرش ما اتقطرش اعايز حتة حتة بس حتة 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 ادقى هالاول يمكن ارجع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مش عارف مش عارف لا اكل هاكل جدا حتة جدا بدون السلمون ده يعني من الكيكة دي بسم الله مش عارف اقولوك ايه احط الطعم مش عارف حاس ارجع والله العظيم هو كيكة سلمون بالمعنى الحرفي كومبو غريب انا باكل سمك سلمون مدخن مع كيكة مش عارف اوصولك الطعم اكتر من جدا يعني مش عارف انت عمرك ما هتكون كلت الطعم ده قبل جدا فانت مش عارف توصل النقطة اللي ها بتكلم فيها مش كيه ان هي سيارات 800 جنيه دي سيارات 800 جنيه والله العظيم شريحة على اساس ان هو يعني اللي بره ده هو شوكلت بس مديك اي حق ان هو سلمون تلع سلمون حقيقي ومشكلة اكتر اما انا جيت بحست قصة ان فيه قصة كيك سلمون ولا اقا لقيتء لقي ان فيه كيك سلمون وفيه قناوات كبيرة عاملها وقناوات قد جدا في التلفزيون عاملها نوعيات اللي بتاكل كيك سلمون يعني انا عايزت شريحة ايه في المجتمع اللي بتاكل كيكس سلمون يعني شريحة في المجتمع بتروح تطلب من صدرة او بتطلب من محلات ثانية كيكة سلمون بتطلب جدا بس جيء واا احنا جدا انا نعيج образом جدا نقضانBER كيكة السلمون كيكة السمك شاري في كل مكان لايف في كل مكان عايزين نوصل المليون في عصر الوقت واسب لك لينك تحتي يوتيوب ونستجام تحتمي السبسكراب في دورة الحلقة عشان نجيب ديره اليوتيوب ونعلوه مكان العمر اللي ورده انا انا مش عارف والله ليه ويه كالعادة دوسوا كوتش السلام عليكم